السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أسcellente سن تحدث عن القواهد لهمة الكركة المتوسطة إذن إن شاء البرحة تطرقنا إلى المنادى وقلنا بأنه ينقسم إلى قسمين هناك الأدات والتي تنقسم ببدتها كذلك إلى قسمين أو نوعين يعني الأدات التي نستخدمها من أجل المنادى القريب ثم النداء عن المنادى عن بعيد ثم كذلك تطرقنا إلى المنادى وقلنا أنه ينقسم إلى خمسة أقسام وقمنا بتقسيمه نحن إلى فرعين الفرع الأول هو الذي يكون مرفوع والفرع الثاني يكون منصب قلنا الفرع الذي يكون مرفوع هو الذي يتم إعربه على الشكل التالي منادى مبني على الضم في محل نصب وقلنا بأن هناك قسمين هو اسم علام و هناك يرام قصودا وشفنا النوع اللي كي يكون منصوب شفنا آآ مضاف شبيب المضاف ثم نقصودا إذن ارتأينا اليوم إن شاء الله أن ننتقل آآ من التراكيب إلى الصرف والتحويل إلى الإملاء لكي ننوع إن شاء الله إذن لدينا اليوم قواعد الهمزة المتوسطة هذا الدرس يعني درس بسيط جدا لذلك أردت أن أضعه اليوم لكي ننوع قليلا درس صعب درس سهل إلى غير ذلك إن شاء الله إذن القواعد الهمزة المتوسطة كما تعلمون بأن الهمزة تنقاسم بدورها إلى قسمين لدينا القسم الأول وهو ما يسمى بالهمزة المتوسطة هذه اللي عندنا اليوم وعندنا القسم الثاني وهو الهمزة المتطرفة إن شاء الله الدرس المقبل سيكون همزة متطرفة إن شاء الله إذن هذا الدرس الهمزة المتوسطة انطلاقا من متوسطة هدي نعرفه بأن هذه الهمزة تتوسط الفعل هذه الهمزة تتوسط الفعل أو الاسم كيفية ما كان هنتدير إذن هاد الهمزة المتوسطة قلنا علش تسميت متوسطة واسط يعني تتوسط الفعل الهمزة اللي غنشوفه في الدرس المقبل غدت ما متطرفة هي اللي كان في آخر الكلمة سواء كان الاسم أو فعل هادي دبا متوسطة إن شاء الله غادي نبدو إذن لدينا الهمزة المتوسطة كما قلت هي همزة كما قلت تكون في وسط الكلمة وهدي باش نعرف كيفاش غادي نكتبوها خصنا نعرف ترتيب قوة الحركات من الأقوى إلى الأضعف هادي راه ما كان ما كدناش في الكتاب إلا قلبنا جميع الكتب راه ما كان نقوش فيها هادي ما عارت علش ما كدناش هادي 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 الطريقة السهلة لأن التلميذ من اللي كتجي تبقى تقول لي هدا كان ما قابلها من صبوع هي مفتوحها هدا ما كان يعني كتدوخ وكترات له ضراء بلا فايدة ما عندنا ما نديره بها إذن كان نجيه للمفيد مباشرة وهدا لقيته هدا هدا ملخص هذا لقيته كمشل مفيد يعني أنك باش تفهم ما كيهم مانيش أنا دكش اللي كان في الكتاب تبقى تحطر تا 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 بلا فايدة وفي الاخر التلميذ ما كيفامش هادي ترتيب قوات الحركات من الاقوى الى الاضعف هادي باش غنبدو ها هو الترتيب قدامكم إذن رقم واحد اللي لدينا الكسرة إذن هاد الكسرة هادي هي القوية على جميع الحركات كتبعها تضمها كتبعها الفتحة ثم الاخير السكون كيفاش دابة غدي نختمو هادي أنا كان عارف قوات الحركات هادي غصة تحفظ حيث اللي ما الفتحة السكون إذن هاد هنا عندي دابة طريق عندي آآ 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 الادوات ولكن شن هي الطريقة اللي غن دير طريقة اللي غن دير هي أنني كن دير المقارنة بين آآ حركتين ولكن آش من حركتين عندي أوله هنا إذن هايا تكتب الهمزة المتوسطة بمقارنة حركتها يعني الحركة دي لديك الهمزة مع حركات الحرف التي قبلها إذن شنو كن ديروا كتكون الهمزة كنشوف الحركة اللي كانة فوق الهمزة조�ly كينة فوق الحرف اللي كين قبل الهمزة وكنن قارنه بينتهم مثلا عندنا الحركة ديال الهمزة مثلا كأسون كأثون كأسون عشناي حركة الهمزة كأث إذن السكون عشناي حركة حرف اللي كينة قبل منا كأ зовتكناح으� bells كنا اه الفتحة إذن عندما نقارن بين الفتحة والسكن فالقتر وهناك صحة فالتالج هناك صحة فالتالج 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 لنقوم بها على الا فالتالج أول موضوع اذا نشوفوا هنا اه تشوفوا مثال مثلا هنا مؤمن هيا مؤمن هشن هي حركة الهمزة السكن هشن هي حركة الحرف قبل الهمزة ضمة اذا نديروا مقارنة بين الضمة والسكن اشغل تعطي لنا ونرجعوا للفوق نقول باللي انني ما حفظتش ما حفظتش الترتيب نرجعوا باش نتأكدوا اذا عنا الضمة والسكن شوفوا الضمة فين كانت كانت في الترتيب جوج والسكن فين كان كانت في اربعة اذا شوفوا اللغة غالبت ضمة وقلنا الضمة كانت تجي مع حرف الواو اذا نحطوها على الواو اذا هذا هو الدرس يعني اللي تبعتي غير هاد الحالة هادو كان مظن بان سبعين في المية دي للدرس الحمد لله غاديد فان هنا كانت حركة الحالة تشدة ما غاديش نطرق كل يوم حتى نفهموا بعد هاد الشي اللي قلنا اول حاجة لهامزة المتوسطة باش ما نخلطوهمش حيث كان الهامزة المتطرفة اللي كتكون في اخر الكلمة هادك ما كان هادروش عليها دا بك كان عندها قاعدة خاصة بها دا بك كان هادرو على الهامزة المتوسطة التي توجد في وسط الكلمة سواء كانت فعل او اسم وقلنا بان هناك ترتيب لي اه الحركات الاقوى من الاقوى الى الاضعف اذا كنالو الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون هادو ضرورة خاصة من التحفظوا كيفاش كندير مثلا لو لؤون مثلا لو اه لؤون اشنا هي حركة الهمزة لو اه حيث بغينا هادك اللي كاين في الوسط ما بغيناش هادك اللي كاين في الاخر هادك اللي كاين في الاخر متطرفة بغينا ديال الوسط لو اه اذا كان السكون قبل السكون كاين ضمة غا نقارنوا بين ضمة والسكون غا يعطينا باللي انا ضمة هي الاقوى وغا نديروها على الواو اذا كنتمنا ان يكون هاد دارس انفهم وان شاء الله اه راكينن تمارين ديالو في الكتاب اه املا اتمشيوا الايملا لهمزة المتوسطة راكين تمارين دي مك كانت منى انكم تديروهم ان شاء الله الى ذلك الاحين ان شاء الله انتلقاو ان شاء الله في الدارس مقبيل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته